أول حاجة بيركز عليها بيلي 28 اللي هو البيلي أوبراتف فاستينج الفاستينج بتاع زمان اللي هو 12 ساعة و 8 ساعات بقى في بيلي 6 ساعات يعني الصولد فود 6 ساعات طيب آخر حاجة كلير ليكود 2 ساعة 2 ساعة قبل تخدير الكولي الصوت مسموع طيب ممتاز طيب هم عملوا الموضوع ده ليه قالك طبعا علشان النظام القديم اللي هو 12 ساعة صيام ده بيعمل ديهايدريشن للعيان مع الديهايدريشن اللي هو خلال العملية والسترس بتاع الجراحة والسترس بتاع التخدير بيدخل العيان فيه كاتابوليك فيز فبيبقى الريكوفر بتاعه بعد العملية ديلايد إنما لو أنت منعت ديهايدريشن ومنعت البرولونجة فاستينج فهتحافظ على البروتين بتاع العضلات وهتحافظ على الجلايكوجين اللي في الليفر يستفاد منه العيان فاستجابة العيان للسترس بتاع الجراحة والبوست أوباتف هتبقى أحسن بكتير قوي وده في البرنامج اللي هو اختصاره إراس اللي هو enhanced recovery after anesthesia فالبرنامج ده جزء منه بيبقى تحضير قبل العملية وجزء منه خلال العملية وجزء منه بعد العملية تحضير قبل العملية اللي هي تقليل فترة الصيام ويستحسن الساعتين قبل الجنرال أنيستيجيا تدي له حاجة اسمها كاربوهيدريت درينك يعني حاجة عصير فيه سكر وخبالك علشان تعزز الشجر يستخدمه في فترة الصيام ما يحرقش البروتين بتاع العضلات طيب الجزء منه بقى اللي هو خلال العملية قائم على أكتاف رجال التخدير ايه هو ما يمدوش للعيانين محليل كتيرة رجال التخدير تبص تلاقيه الآن منك ومن شغلك ومن النزيف اللي في إيدك تبص تلاقيه يحشي العيان سوائل بكسرة ويبقى ايه البول بتاع العيان أقل من السوائل اللي هو بياخدها في الوريد السوائل دي هتروح فين؟ هتنفخ الأمعاء هتنفخ جدارة الأمعاء تبص تلاقي الأنستموزس بتاعك صعب وتلاقي الأنستموزس بتاعك ممكن يلايك وتبص تلاقيه أن رجوع حركة الأمعاء بعد العملية متأخر بسبب ايه ماتش فليود العيان خدها أثناء العملية نفس الكلام لوده العيان مواد كتيرة فيها مورفيا فدي طبعا هتعمل delayed recovery of intestinal motility فكل الحاجات دي دخلها في البرنامج بتاع القراس بتساهم في rapid recovery after anesthesia السولد ست ساعات clear liquid ممكن البناء دم يقعد يشرب 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 لغاية ساعتين قبل الجنرال anesthesia مفيش أي مشاكل طيب بالنسبة بقى للأطفال الأطفال ممكن يقعد يشربوا لغاية ساعة قبل البنجو كولي ممكن يقعد يشربوا لغاية ساعة قبل البنجو كولي وآخر رضعة تبقى ايه أربع ساعات قبل البنجو كولي وآخر سولد فودز زي الكبار يبقى ست ساعات قبل البنجو كولي اوكي ده بالنسبة لبيلي الجديد في قصة البري أوبات فاستينج اوكي هنا بيلي كاتب كلام جديد في الكيلويد ايه الكلام الجديد اللي في الكيلويد ان فيه نتائج كويسة جدا الراديو سيرابي بعد ما تشيل الكيلويد فيه نتائج كويسة جدا للراديو سيرابي بعد ما تشيل الكيلويد وفيه نتائج لحقن حقن الانتراليجنال كورتيكو سترويد وحق كيمو سيرابي بليوميسين وميتوميسين يبقى بيلي الجديد بيكلم عن ايه ان انت بيلي القديم كان بيقولك انتراليجنال اكسجين انتراليجنال اكسجين يعني تشيل الكيلويد وتسيب الرم الخارجي علشان الكيلويد دي بتقالي لريقارنس بلي الجديد قالك structural excision اللي بيشور عليها الساهم دي surgical excision يعني بتشيل الكيلويد كله وبعد كده بتعمل injection لكورتيكوسترويد وممكن تعرض المكان ده للراديو سيرابي فده الجديد في بيلي جديد إنه هو بدل مع بيلي القديم كان يقولك إنتراليجنال إكسجن إنتراليجنال إكسجن أصبحت إيه أصبحت كومبيليت إكسجن أوكي ده بالنسبة للجديد في إكولويد مع استخدام طبعا الإنتراليجنال كومبينيشن مما بين ريف لورو يوراسيل وكورتيكو سترويد أوكي طيب هنا الكلام هنا على Necrotizing Fasciitis Necrotizing Fasciitis Necrotizing Fasciitis خد بالك في التعريف بتاعها إنه هو Soft Tissue and Fascia مش Skin مش Skin Necrotizing Fasciitis لا تصيب في المكان الأول الSkin فأنت تقولي بس الSkin بيموت هو بيموت ليه بقى عشان السطر ده عشان بيحصل Thromposis للVasculature اللي بيغازي الجلد يعني السبك نعم هلو الصوت الصوت بيقطع قوي الصوت بيقطع قوي آه ما أنا مدرك هو النت عندي fluctuating النت عندي fluctuating للأسف الشديد وساعاتي بيبا كويس قوي وساعات أنتو تشتكوا منه بالليل بيبا كويس النهارده exceptional شوية علشان إحنا بدين بدري هلو فالمهمة في النكروتايزنج فاشياتس خد بالك الSkin بيتأثر بطريقة indirect مش direct بيش الميكروب بيغزي الجلد لا الميكروب بيعمل subcutaneous وفاشية نيكروزيس وسفير انفكشن تحت الجلد فبيحصل ايه للVisles التي تغزي الجلد بيحصل فيها Thromposis فالجلد ايه بيموت بالتبعية اوكي دي ايه دي نقطة النقطة التانية اللي بلي جديد فيها ازاي تشخص ازاي تشخص الالتهاب اللي في رجل العيان اللي اقصادك ده نيكروتايزنج فاشياتس وليس وليس سيليلويتس واخد بالك ف الinvestigation of choice investigation of choice ان انت تاخد tissue biopsy ان انت تاخد tissue biopsy دي واحدة التانية ايه ان انت تعمل حاجة اسمها finger probing test يعني ايه finger probing test تجيب المشرط تجيب المشرط وتفتح فتحة واحد سنتي واحد ونص سنتي كده في ايه في الجلد المصاب ودخل صباعك فيه فتلاقي صباعك سارح تحت الجلد بدون اي مقاومة بدون اي مقاومة لان كل اللي تحت الجلد ما له نيكروتك واخد بالك فالتست ده اسمه ايه اسمه finger probing test بيتعامل فين بيتعامل في النيكروتايزنج فاشياتس اوكي طيب النقطة اللي بعد كده ان انت طبعا تبع عارف النيكروتايزنج فاشياتس فاشياتس طيب 1 وطيب 2 طيب 3 وطيب 4 والمست كومن طيب اللي هو طيب 1 بيبقى polymicrobial وطيب 2 اللي هو بيعتمد على الستريبتوكوكاي بيبقى very lethal وطبعا تبقى عارف النيكروتايزنج فاشياتس لما تحدث في البرينيان بنسميها فوريني جانجرين ولما بتحدث في البطن بنسميها ميلينيز جانجرين أوكي طيب النقطة اللي بعد كده طبعا في المانيجمنت بتاع النكروتايزنج فاشياتس الجديد في بيلي يقولك avoid tight dressing يعني بعد ما بتعمل ديبريدمنت لرجل العيان بتعمله dressing فانت لو عملت له tight dressing النتيجة ايه هتعمل more ischemia فبلي بيقولك avoid tight dressing طيب النقطة التانية اللي انت لازم تعمل second look operation يوم أو يومين بعد البرامر لانه في احيان كتيرا جدا بتلاقي more more necrosis to be excised اوكي فده بالنسبة لي النكروتايزنج فاشياتس وانت بتعمل ديبريدمنت لازم تشيل واحد أو اثنين سنتي من الهلسي تشو بياند الاندوريشن اللي انت حاسه لان بيبقى البكتيريا بتمتد ابعد من الاندوريشن فالو انت اقتصرت ان انت تعمل ديبريدمنت للاندوريتد اريا بس هتسيب ايه هتسيب بكتيريا في هذا المكان النقطة الجديدة في بيلي 28 اللي هو السؤال هل هايبرباريك اوكسجين ليه دور في النكروتايزنج فاشياتس ولا لا الاجابة نعم الاجابة نعم نزل بالمورتاليتي من 50% الى 20% يبقى لما تسائل لما تسائل هل هايبرباريك اوكسجين مفيد في نكروتايزنج فاشياتس الاجابة نعم اوكي بيلي بيلي الجديد عمل حاجة اسمها ايه باندل سكس حزمة سوداسية باندل سكس عينين السبسز عينين السبسز ايه باندل سكس دي يقول لك ايه اللي بيشاور عليها السهم دي يقول لك ايه ادي العيان ثلاث حاجات وخد منه ثلاث حاجات ادي العيان ثلاث حاجات ايه هما ثلاث حاجات اللي انت هتديهم للعيان انترافينوس فليويد انترافينوس انتيبيوتك واكسجين ثلاث حاجات فليويد ده طبعا بجانب ان انت هتتحكم في السورس بتاع السبسز اللي عند العيان ده واللي يكون مثلا بورفوريت ابيندكس اوكي يبقى الثلاث حاجات اللي احنا هنديها للعيان IVF وانترافينوس انتيبيوتك واكسجين طب ايه الثلاث حاجات اللي احنا هناخدهم من العيان مهم جدا تقيس اللاكتات في عيان السيبسيس لان هي لما بتتصلح بتبقى علامة على الريكوفري يبقى عيان السيبسيس في الجراحة ومعظم عيانين في الجراحة بيموتوا من السيبسيس تدي له ثلاث حاجات فليويتس وأنتيباويتكس وأكسيجين وتاخد منه ثلاث حاجات سيبسي وتعمل له بلد كالشر وتعمل له لكتات البلد والكلام ده لازم يتم within six hours يبقى دي six things in سيبتك شوك الجديدة اللي هي في بلياند لاف طيب الجديد في بلياند لاف 28 اللي هو بيخص pre-operative antibiotic prophylaxis الطبعات الأديمة والكتاب اللي انتو بتذكروا منه عطاكت حاليا بيقول لك ان انت بتدي pre-operative antibiotic one hour before surgery كلام ده تغير ما عادش one hour before surgery الانتيبيويتس دلوقتي بتاخد add induction of anesthesia يعني طبيب التخدير هو المسؤول عنها ان هو يديها للمريض add induction of anesthesia وان هو طبعا كل مجموعة من العمليات ليها الانتيبيويتك المخصوص معظم العمليات الجراحية في GIT وفي non-GIT بتعتمد على السيفازولين اللي هو first generation cephalosporin وبيتاخد بدون الحاجة الى allergy test وجرعة بتاعته بتبقى اتنين جرام للناس اللي هما بيوزنوا اقل من مية وعشرين وثلاثة جرام للناس اللي وزنهم فوق مية وعشرين كيلو جرام الجرعة دي بتتاخد at induction of anesthesia وبتحتاج تكررها فقط لو العيان نزف منك نسف شتيت بتحتاج تكرر الجرعة او لو الزمن العملية امتد اكتر من اربع ساعات اكتر من ال half life بتاع السيفازولين يبقى لازم تكرر الجرعة تاني السؤال بقى هل انا محتاج ادي العيان post operative اي جرعات وقاية الانتيبيوتك الاجابة لا مع ده فرع واحد بس في الجراحة اللي هو الكارديوثوراسك سيرجري بنديه لمدة 48 ساعة اوكي الكلام ده لازم يبقى واضح جدا 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 نوع الانتيبيوتك مهم جدا الكلام القديم بتاع one hour before سيرجري اتلغى ليه لان في معظم الاحيان انت بتبقى محدد الاحيان هي من العملية الساعة 10 وتديله الانتيبيوتك مثلا الساعة 9 وتسعة ونص اكشولي العيان يخش قط العمليات الساعة 12 يبقى مستوى الانتيبيوتك في دمه واطي جدا ولا يفي بالغرض طيب علشان نمنع الالتباس ده واللغبطة دي يبقى العيان ياخده لانه هو معناها انه هو داخل قط العمليات وانه انت هتفتح بالمشرة بتاعك خلال تلت ساعة او نص ساعة لان الجماعة بتاعة التخدير بياخد له حوالي 10 دقايق يدي اكسجين بس للعيان قبل ما يحط الطيوب وخمس دقايق كمان يزبطه قد ربع ساعة ويستك بتتعقم وتلبس الجون بتاعك بتاخد لك كمان 10 دقايق واخبالك او 5 دقايق في المحصلة النهائية ان انت لما بتيجي تفتح العيان ودي المرحلة الحارجة اللي بتحدد دي سكان العيان هيجيبه سيرجي كالساية انفكشن ولا لا في اللحظة دي بيبقى مستوى الانتيبيوتك في دم العيان عالي وهو ده المطلوب وهو ده المطلوب اوكي طيب هنا الجديد هنا بلي عن الهند جيل الهند جيل انتو عارفين طبعا اهم حاجة بتقلل الصوت مسموع مسموع شكرا شكرا اهم حاجة بتقلل الهوسبتال اكويرد انفكشن الهند هايجين الهند هايجين فانت لازم كل كونتاكت مع اي عيان عشان ما تنقلش عدوى من عيان الاخر لازم تعمل هند ووش لازم تخسل ايدا فقال لك بلياند لوف الجديد قال لك الهند جيل اللي هو بيحتوي على الاقل 70% الكوحول بديل عن غسيل الايدي يعني الهند جيل اللي هو في 70% الكوحول بموت 95% من المكروبات اللي على ايدك انما لا يؤثر في كلوستريديم ديفيسيل لا يؤثر في كلوستريديم ديفيسيل فده الجديد في بلي بالنسبة الهوسبتال اكويرد انفكشن اوكي اه بالنسبة بديل الهند ووشنج اللي هو التعييون لا بش التعييم هو اللي بيكلم بعد الكونتاكت اوف بيشن بعد المتاع يعني ايه بقى فحصت عيان واخد بالك وطبعا الفحص الاساسي للعيان على فكرة انا بلاحظ كلكم بتلبسوا جوانتي قبل ما بتحسوا البطن احساس البطن دي ممكن تحسها بيدك عادي جدا ليه لان مهم لو في حتة على البطن تحس بيها انما في وجود الجوانتي مش هتحس بيها الجوانتي ده بتلبسوا لما تحط ايدك في بقى العيان او في الانص بتاع العيان واخد بالك انما غير كده بتستخدم ايدك في البالبيشن وبعد كده بتحط الجل اللي هو فيه الكوهول او بتخسل ايدك ما بين عيان والتاني واخد بالك فهو بيكلم على ايه على ال ال مش ال سكرابينج اوكي بالنسبة للهير كليبينج الوضع في الهير كليبينج الكلاتي التوصية يقولك ايه لو الشعر اللي عند العيان في منطقة العملية مش مدايئك يعني تقدر حمد الله سلام دكتور ميكي منور الله يخليك يا فاند الله يخليك منور ومشرف شكرا يا فاند شكرا فلو الهير في مكان العملية بش مدايئك فتشتغل في وجوده عادي جدا طب فرضا بقى ان هو مدايئك فالتوصية في بيلي ان انت تعمل كليبينج وليس شيفينج كنا زمان نقول للعيان ايه بالليل قبل ما تيجي تاني يوم المسكشفة عشان تعمل عملية بأحلق في بيتكم فبيستخدم الموس الموس بيعمل مايكرو سكراتش ودي بتزود السيرجيكال سايت انفكشن لا التوصية دلوقتي لا لو انت ناوي تشيل الشعر تشيل شعر جوه قط العمليات بكليبر تشيل شعر جوه قط العمليات بكليبر وليس ريزور اوكي دي اللي هتقلل ايه السيرجيكال في حال ان انت اضطريت او مضطر ان انت ايه تشيل الشعر ايه مكان العملية اوكي اه ده بيكلم على ايه اه ده بيكلم وانت بتعقم جلد العيان قبل العملية كان في بيلي القديم او في بعض الكتب بتقولك ايه اه اجري بال بتضاين مرتين ثلاثة على بطن العيان اه بيلي 28 بيقولك مرة واحدة بس تكفي وان ابليكيشن بس ها اه الكوحول بيست انت سيبتك حقيقة المورزان 95% من البكتيريا اللي على جلد العيان بس خد بالك من حاجة لو اه اه المحلول اللي انت بتستخدمه في اه تطهير بطن العيان بيحتوي على الكوحول ما يجمعش مثلا عنده سرة العيان او يبقى فيه بولنج ليه لما هتستخدم الكوطري الالكوحول حيوان لا فتتأكد ان هو ايه ما فيش بولنج لالكوحول بيست انتي سيبتك علشان تتفادى ديوثيرمي بيرن اوكي التوصية الجديدة في بيلي امتى تحط درين فبيلي 28 بيقولك فيه عمليات في جي اي تي منداتوري منداتوري تحط درين ايه هما اللي هو الاوسوفيجية السيرجري والبانكرياتيك ريسيكشن ميجو بنكرياتيك ريسيكشن اللي اتنين دول اللي اتنين دول منداتوري طيب بقيت العمليات سيليكتف بقيت العمليات سيليكتف يعني ايه يعني ما فيش روتين درين في الكوليسيستيكتومي ما فيش روتين درين في الهيباتيك ريسيكشن ما فيش روتين درين في السمول باول ريسيكشن ما فيش روتين درين في الكولونيك ايه سيرجري الحاكتين بس اللي في جي اي تي اللي يستحقه منك standard اللي انت تحط drain الأسوفيجية السيرجري والميجور بانكرياتيك ريسيكشن طب بالنسبة للنان جي اي تي للنان جي اي تي الحاجات اللي محتاجة روتين ايه هي زي ايه زي ايه زي ايه زي ايه زي اكزيلري ديسيكشن زي جروينج ديسيكشن في الليمف نود زي ايه البروتت سيرجري طب الحاجات اللي هي ما هيش روتين يعني سيلكتف الثيرويد سيرجري والبريست لمبيكتومي اللي هو والبريست كونزيرفينج سيرجري والانجوينة الهيرنية طبعا يبقى في جي اي تي عمليتين بس منداتوري وإذا مست اللي هو السيرجري وميجور بانكرياتيك ريسيكشن وفي النان جي اي تي اكزيلري ديسيكشن وغروين ديسيكشن وبروتت سيرجري و فنترال هيرنية ريبير دي روتين غير كده سيلكتف اوكي الحاجة جديدة برضو في بيلي انتوا عارفين ظهر روبوت جديد الروبوت القديم كان اسمه دافنشي دافنشي تبص تلاقي راكلة ونازل منه كل الالات الروبوت الجديد اختراعته كوريا اسمه فيرسياس اسمه ايه فيرسياس ايه الجديد فيه ان ما بقاش راك واحد بقى كل واحد فيهم بيتحرك لوحده يعني ممكن تجيب واحد على يمين العيان وتجيب واحد على شمال العيان فدي طبعا بتدي مساحة احسن للجراح انه هو يتحكم في الاسبيس ويتحكم في الروبوت بتاعه يبقى ظهر روبوت جديد في عالم الجراحة اسمه ايه اسمه فيرسياس بيختلف عن الدافينشي القديم في ايه ان احنا فكنا فكنا الدافينشي بدل ما الدافينشي كله معلق على حامل واحد او راك واحد لا الجديد فيرسياس ممكن واحد على اليمين ممكن واحد على الشمال وطبعا الجراح بيتحكم في الجميع في حاجة اعتقد بعضكم عارفها وبعضكم لسه مش عارفها بس هي استابلشت في السوراسي السورجي اللي هي فينجرد سوراكوستومي اللي هي فينجرد سوراكوستومي قالك في حالات الاصابات الجسيمة الاستيشن ده هيخلص بعد عشر دقايق هنجدده ممكن يتجدد على طول لو تأخر تعرفوا ان احنا هنتعطل ايه عشر دقايق يعني بعد عشر دقايق لو انا هجدده هيتجدد تلقائي او لو ما حستوش ان في دخول يبقى we have to wait عشر دقايق كبريك يعني اوكي فينجرد سوراكوستومي ايه الفكرة فيها ايه الفكرة فيها وجدوا ان في عيانين الطوارئ اللي هما multiple trauma وخصوصا في الفيلد خصوصا في الفيلد بري هوسبتل علشان تحكم عليه عنده تنشان نيومو سوراكس او هيمو سوراكس ولا لا بالكلينيكال بالكلينيكال ايجزاميناشن صعبة في وسط الضوضاء والسماعة الى اخر اوكي طيب ايه البديل بقى او انت شخصته تنشان هيمو سوراكس او ماسيف هيمو سوراكس فبدل الاسلوب القديم اللي هو الانتر كوستال تيوب اللي هو ممكن بياخد وقت او ممكن يبقى ليه كومبيليكيشن وانجوريس عملوا حاجة اسمها فينجرد سوراكوستومي يعني ايه فينجرد سوراكوستومي تيجي عند مكان الانتر كوستال تيوب اللي هو في الفيفس انتر كوستال سبيس في التريانجل اوف سيفتي جاست انتيرور تو ميد اكزيلر راين وتدي بنج موضاي وتفتح فتح على الجلد فوق الابر بوردر بتاع الفيفس ريب فتح حوالي اربعة سانتي وبارتري فور سيبس تمزع العضلات اللي فوق الرب وتدخل بالارتري فيه تخرم البرايطة البلورة وبعد كده تزحلق صباعك فوق الارتري وتشيل الارتري وتلف صباعك جوه البلورة بتاع العيان وتفضي الهوى وتفضي الدم يبقى ده حاجتين ده منه دياجنوستيك وثرابيوتك في نفس الوقت الميزة فيه انه هو سريع جدا والميزة التانية انه هو سيف طيب بعد ما تفضي الهوى وتفضي الدم هتعمل ايه في الجرح بتاعك تحط عليه سيل غطى اللي هو سيل من التلات جوانب وجانب واحد بس ايه مفوت عشان لو فيه ريمينانت أو اير او دم يطلع ايه برا العيان وتنقله على المستشفى وممكن تعملها في ال بري هوسبتال سيتنج وممكن تعملها في الاستقبال بتاع المستشفى فهي دياجنوستك وسيرابيوتك وسريعة طب ايه الهزرد بتاعها اللي انت تاخد بالك منه ان ممكن العيان يكون عنده فراتش الريبز فانت او انت بتلف بصباعك الدومينانت اندكس هاند جوه سيدره ممكن تتعور فبيقولك ايه تاخد بالك وتلبس اتنين غلافز تاخد بالك وتلبس ايه اتنين غلافز ده الجديد في السوراسك سيرجيري اللي هو ممكن يحل لمحال الانتر كوستال تيوب ممكن يحل لمحال الانتر كوستال تيوب اسمه ايه اسمه هل لسه بنعمل نيدل دي كومبريشن في تنشان يوم سوركس في الاماكن بتاع الزمان الامور تغيرت قالك في الادلت لو انت ناوي تحط نيدل انجو كاس عشان تطلع عشان تطلع الار في تنشان يوم سوركس المكان القديم كان سكن انتر كوستال سبيس في الميد كلافيكولر لائن المكان الجديد هو نفس مكان الانتر كوستال تيوب برضو في انتير لائن عند الليفل بتاع النبل ده المكان اللي انت بتعمل في نيدل سوركوستومي في الادلت انما في الاطفال ما زال المكان الاجيم شغال اللي هو ايه سكند انتر كوستال سبيس في الميد كلافيكول اللاين يبقى الجديد في النيدل دي كومبريشن او النيدل سوركوستومي في الادلت انتغير المكان بدل سكند انتر كوستال سبيس الى فيفس انتر كوستال سبيس في التريانكل فوق الأبر بوردر بتاع الفيفس ريب جاست أنتيرور تو ميد أكزيلري لاين أوكي فده الجديد في هذا الموضوع طيب ده بالنسبة للتنشان يوموسوس أعتقد أنه هو بيكلم على الكلام اللي احنا بنقول عليه اللي هو اللي حكتيني الجداد والمكان الجديد بتاع نيدل دي كومبريشن طيب الجديد في بيلي 28 بالنسبة للبريكارديو سنتيزيز وجدوا أنه لما بيجي لك واحد عنده بنتريتينج كاردياك ليجين وعنده هيمو بريكارديا لما بتعمله بريكارديو سنتيزيز بتفشل 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 ليه لأنه في معظم الأحيان بيبقى البلد قلوتد في معظم الأحيان البلد قلوتد والنيدل بتاعتك ما بتسحبش حاجة طيب يعني الموضوع طيب إيه البديل بقى البديل اللي هو سوراكوتومي لفت أنترو لاترال سوراكوتومي أو سترونوتومي في قط العمليات يبقى الجديد في بيلي 28 هل ممكن نعالج البريكارديو سنتيزيز في الطوارئ سوري بكاردياك تنبونات في الطوارئ بالبريكارديو سنتيزيز الإجابة لا هذا العيان محتاج ليفت أنترو لاترال سوراكوتومي أو سترونوتومي في قط العمليات عشان تفضي الدم اللي في البريكارديام وتتعامل مع الجرح اللي في الهارت ده الجديد في 28 وعشرين في حاجة في الليفر انجري كتبها بيلي اللي هم اربعة بي اللي اربعة بي اللي انتو عارفينهم اللي اربعة بي اللي انتو عارفينهم بتاع زمان اللي هو ازاي توقف النزيف من الكبد في حالات التروما فالأربعة بي كان البي في الطبعة السابقة كانت بوش اول بي بوش يعني تضم الكبد على بعضه كده بحيث تقفل الجرح اللي فيه فدي تبطأ البليدينج البي التانية كانت تخص برينج المانوفر ولازم طبعا انتو بعارفين برينج المانوفر والبرينج المانوفر بيتعامل ازاي البي التالتة بلاج والبي الرابعة باكينج بري هباتيك باكينج بالترتيب ده كده يعني لو دي ما نفعتش دي بعديها ودي بعديها ودي اخر حاجة اخر حاجة باكينج والباكينج في اللي فير ممكن يبقى تيمبراري وممكن يبقى تيرمنت يعني تعمله وتقفل ايه العيان تيمبراري ازاي العيان ضغط واطي فانت بتعمل بري هباتيك باكينج وبتدي عشر دقايق ربع ساعة لطبيب التخدير ان هو يدي العيان دمه ومحليل عشان يرفع الايه السيستوليك اوكي ممكن وانت بتعمل بري هباتيك باكينج في نفس الوقت ده ممكن تكون بتشيل التحال بتاع العيان في الاسوشياتي انجريز او ممكن تعمل كنترول الكنتامنيشن اللي من جوت في حالة ايه جوت انجري وبعد كده بتبص على الليفر بعد عشر دقايق ربع ساعة من البر هباتيك باكينج لو النزيف توقف او بقى مدرت وممكن تتحكم فيه اه اللي هو الهايبوثيرميا والاسدوزي والكواجولوباسي بتعمله بري هباتيك باكينج وبتقفله وبتطبق عليه الدمش كنترول بروتوكول بتاع الملتبل تروم بيشن الفيزي الاولان ان انت بتوقف النزيف وبتمنع كنتامنيشن وبتقفل العيان وتودي الرعاية الرعاية بيعلقوله او بيتحكمه في الهايبوثيرميا والكواجولوباسي والاسدوزي وبعد 24 ساعة او 48 ساعة بتدخل العيان قط العمليات تاني تشيل الباك لما هتشيل الباك هتجد حاجة من الاتنين النزيف توقف من الكابت او الكابت يرجع ينزف من تاني لو رجع ينزف من تاني بتعمله ري باكينج بتعمله ايه ري باكينج ده بيلي 28 بالنسبة للليفر انجري اوكي الجديد في بيلي 28 بالنسبة للبيرن كلاسيفيكيشن في حاجة جديدة في البرن كلاسيفيكيشن في بيلي 28 الكلاسيفيكيشن القديم اللي هو كان ايه first degree burn و second degree burn فيه منه superficial و deep وبعد كده third degree burn اللي هو complete تشارينج التقسيمة دي اتغيرت في بيلي الجديد التقسيمة بيلي الجديد كالقاتي بيلي الجديد قالك ايه تبص على السطح المحروق لو لقيت الابدرمس intact اللي هو الفرست دي جري بتاع زمان اللي هو زي sun burn يعني فده بيلي بيسميه ابدرمل بيسميه ايه ابدرمل burn اوكي طيب لو الابدرمس not not intact not intact تعمل ايه بقى الجلاف بتاعك يزحل الجلد تزوق الجلد